فالإنسان المسلم الأصل في عمله لكل الآخرة هذا هو الأصل يعني كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ خمسين؟ ستين؟ سبعين؟ ثمانين؟ كم سنعيش في هذه الدنيا؟ وكم سنعيش في البرزخ؟ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح؟ هذا العاقل يقدرها صح؟ يعني الآن بالنسبة أعطيكم مثال نحن الآن 1937 صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة ستة وثلاثين من الهجرة يعني آخر خمسة وثلاثين طيب؟ في ذا الحجة يعني الآن كم صار له في قبره؟ ألف واربعمائة سنة ألف واربعمائة سنة بحياة البرزخ الآن إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم بعد ألف سنة، ألفين سنة، الله أعلم متى تكون الساعة؟ هذه الحياة ألف واربعمائة أو ألفين، أو ألفين وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان؟ حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ خمسين، سبتين، سبعين سنة؟ ماذا؟ شيل منها عشر سنوات طفولة، شيل منها عشر سنوات مرض، شيل منها عشرين سنة نوم؟ ماذا إنها الدنيا؟ اللي يترك سنة كل شيء لأجلها، ثم تعال الحياة الآخرة، الحياة الأبدية، السرمدية، الدائمة، التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في الناس، الله يجعلنا إياكم أهل الجنة، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟